ونفس الشيء في التنظيمات الإسلامية الحديثة تنظيم الإسلامي وكذا وروح أنت خش في الحزب الوطني ويظل معهم عشر سنين وعشرين سنة ومن غير اللحي ومن غير أي شيء في اللحظة المناسبة يطلع مسدسه بغت الرئيس الوزراء ما يخوف؟ ما يخيف؟ نفس فرقة الحشاشين نفس الطريقة الماسونية ما قلت لك مشابه بتعلم بعضهم ما تعلموش من سيرة محمد عليه السلام الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ما تعلموا لا تعلموا المسؤول حشاشينوا ما قلت لك هؤلاء عملوا دول نحن نعمل دول زيك برضو الحمد لله ما عملوا دول وإن شاء الله بش هيعملوا لأنه لو عملوا وأنا ما أقول لك النتيجة الناس تتخرج من دي الله يا أخواجا لأنه نشوف مثل ما قال مرة البهاء العاملي كتابه الظلم والعدل بلسان الخط والفقر قال عبارة عجبتني قبل سنوات عيدة قرات قال قال شجرة السوق لو زرعتها الملائكة وسقاها جبريل لن تنبت إلا الشر وسبحان الله لما الله تحدث عن تنظيم شبيه لهذه التنظيمات السرية لكنه فطير وبداعي وهو تنظيم جماعا من منافقي الصحابة ومن مغفري بعضهم كانوا مغفري ربما وإلهم علاقة بواحد مرتد ونصراني ارتد وكذا قصة طويلة تعرفها اللي هي قصة مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفنا إن أردنا إلى الحسن إلى آخرية الله قال لك هذا تأسس على غلط مع أنه مسجد هل تحسن المسجد مسجد يا جماعة يؤذن فيه خمس مرات في اليوم والليلة وفي المحاريب أو بغير حتى في القبلة يعني لم يكن في محاريب يا أيام النبي فالقبلة يدفل القرآن قال لك أيها الله قال تأسس على غلط كله غلط اهدموا قال النبي اهدموا رحنا بهدموا حرقوا الله قال له هكي اهدموا سويوا بالأرض هذا هذه بذرة سوء والله أنا أنا شعر شعر رأس لأن المسلمين هذا الكلام لا يكادون يعونه المسلم يكفي فقط أن تأتيه ويأتي الباب لجداشة يعني وغطرة مرات أو عمامة أو طقية على الرأس ولحية وتقول قال الله قال الرسول حتى يلقي إليك بما قادته قدني 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 على الجنة وما يخذك على الجهنم وكيف هو بلحية يا أخي يحفظ القرآن بالقراءة العشر إن شاء الله بالقراءة الماء يهبل خلي عندك عقل استخدم عقلك إزاء كل ما ترى وتسمع واستهدي الله وإن كنت صادقا وبريئا وطاهرا والله العظيم الله ساهديك يضع هداية في قلبك ممكن يقول لكم تبه تبه ما الدكتور حسن هذا هذا كذا كذا تقولوا لا ليس صحيح والله أنا مرتاح له لما يكون قلبك نظر نظيف وعامر بالتقوى يعرف وين يرتاح والله العظيم ولا يخدع أقول لك هذا هذا إمام الزمان هذا الرجل الله يقول لهم والله قلبي ما مرتاح له قلبه يعني قلبك هذا قلب الرجل يقوم من الليل ويبكي من خشة الله وينفق ولا تعلم يمينهما أنفقت شمالهما أنفقت يمينه والمصحيح ويخشى الله بالغيب ولا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا ولا هذا القلب المعمور بالتقوى ليس القلب اللي هات إيدك والحقني قلب القلب تعالى الله ما بسلمك وما كان الله ريضل قوام بعد إذ هدأهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء طيب فنرجع فقضية قضية أنه يجيك في شكل ديني يغويك للأسف تنطلع على المسلمين الله ضربنا مثلا قاسيا هذا مثل قاسي بصراحة المسجد يهد ويحرق يقول لك أيوة هدوا حرقوا يا محمد راحوا الصحابة حرقوه وسووا به الأرض الله قال أفمن أسس بنيانه هو على تقوى من الله النبي أسس على تقوى النبي هذا صادق رباني ما يدعو الناس لنفسه أبدا كان يغضب النبي وهو النبي إذا برفعوا فوق قدري لا يستهوينفهم الشيطان ولا تقولوا هذا القول وعودوا إلى ما كنتم تقولون يعيش الكلام الفرق هذا وفينا نبي يعلم وفي غد قالهم لا 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 كذب أنا لا أعلم غيب قالهم القرآن سجل على لسانه ولو كنت أعلم الغيب تستكثرت من الخير وما مسني السوء كذب قالهم واليوم بتلاقي هذول الأمم الكذبين مش بعلم الغيب بعلم الغيب والخفاء والأسرار ويحرقوا الكون وإشي رهيب بحاولوا ينفقوا في نفوز أتباعي منهم إشي رهيب ما فيش منه كله عشان يستعبدوهم تبه يستعبدوهم ويستحمروهم نبي ما كان يحب هذه الخطة أبدا أبدا ويكره الغلوب حتى في نفسه ولذلك أنا سجلت مرة في الخطبة من أجمل ما يتعلق بشخصية هذا الإنسان العظيم صلواته ربي وهتسلماته عليه وآله أنه لم تبرز فرقة في المسلمين قال يوم اتخذته إله جيب لي فرقة عبدت النبي لكن هناك فرقة عبدت علي صح أو لا وعبدت عدي ابن مسافر وطلعت منها فرقة اليزيدية وغيرها لكن النبي ولا واحد عبدوه لأنه حط ألف حاجز دون أن يعبده والقرآن حط لنا مئة حاجز دون أن يعبده لكن قال لك علي يعبد يروح ويعبدوه يروح وكفر وما يعمل لكم تذهب لكم وقعدين أنتم لو لا يريد أن يعبد يعبد النبي بصراحة ليس علي ليس أو بكر عمر النبي عبدت علي اعتقدت فيه ما لا يعتقد فيه أنتم حرين أهلكوا مع الهالكين الله يهدي الجميع فهذه القضية إذن مهم جدا فموضوع أنه مزجد الضرار هذا أستس على أستس على فجور أستس على دغل أستس على إرادة شر بأهل الخير فأي شيء يتأسس على غلط إذن تنتظر منه يفرز لك شيء صح ما رأيك إنك مرة أخرى لا تجتني من الشوك العناب المسيح هو المسيح حكيم جدا والله سيد من سادة الحكماء في التاريخ عليه السلام إنك لا تجتني من الشوك العناب البهاء العامل يقول هذه شجرة شجرة السود لو زرعتها الملائكة وسقاها جبريل لن تنبت إلا الشر لأن هذه البذرة بذرة بذرة الشر ولا مصحية الجنوم الجنوم شر الجنوم ما ممكن؟ خلاص كذلك هذه الجمعيات أي شيء يتأسس على غلط سيظلوا غلط لا يوجد فايدة سيب ابدا من جديد بداية صح مهما رقعت مهما حاولت والله رظيم حظ لك تحاول المستحيل الأساس كله غلط أساس البنيان كله غلط سيظلوا البنيان هي مائل مائل صح ولا أبدا لأنه مؤسس على غلط مؤسس على مشابهة الماسونية والحشاشين وطوائف الخناقين والمغتالين والكلام الفارغ هذا كله مؤسس على إرادة الهيمنة عن الناس والسلطة وقتناس والسلطة والتعكم في الناس باسم الشرع وهذا كذب وربنا قال رب قلوب ونوايا قبل أن يكون كذا فالتنظيم من جهة واضح نحن أسس غلط كمان والنوايا في علم الله تفارك وتعالى ما بنفتش عن نوايا العباد لكن على كل حال من استهدى الله الله هداه ما بيهديك وأنت بتقلد لمين الماسون والحشاشين وتخلي في الخطة الغلط قلد يا أخي الشافعي قلد أحمد مالك أبو حنيفة فلان أئمة الدين الكبار يا أخي قلد الغزال العبد القادر الأئمة ملأوا الدنيا علماً ونوراً ونفعوا الإسلام ونفع الله بهم الدين وأنجبهم النسلمين من غير تنظيمات ومن غير سريات ومن غير أخويات واغتيالات فبث الرجال هذه في المواقع هذه السمة مهمة آه